في مقال لحضرتك 12 في 4 ديسمبر اللي فات قلت ان مجلس كان ناقص الشرق الاوسط منشغل بالقضية الفلسطينية وفي 21 اكتوبر دعيت الى ان نجرب النضال اللعنفي بدلا من المقاومة الدموية يعني ايه النضال اللعنفي وايه اخر القرارات اللي اتخذها المجلس باعتبار حضرتك جزء منه تجاه ما يحدث في غزة انت دورتي ورايا في كل اللي انا قلت وكل اللي انا كتبته طبعا انا والفريق الحقيقة يعني عندي فريق الحمد لله شاطرين كده بيابحثوا طبعا مجلس كناس الشرق الاوسط اتأسس سنة 1974 واحنا بنخطط للاحتفال بخمسين سنة على تأسيس مجلس كناس الشرق الاوسط طبعا حضرتك انا شايفك مهتمة جدا بالقضية الفلسطينية ومفاعلة معاها طبعا اللي حصل في 67 واللي عملته اسرائيل والاحتلال والقدس الشرقية من 67 ل74 كان لسه مجلس كناس الشرق الاوسط في بداية نشأته مجلس كناس الشرق الاوسط فيه كناس بقى من سوريا وفلسطين والعراق ولبنان فالشرق الاوسط بيضم كل هذه البلدان وعشان كده بنجد ان مجلس كناس الشرق الاوسط منذ نشأته سنة 1974 اتعملت مئات اللقاءات وعشرات المؤتمرات الدولية للتنديد بما يحدث في الاراضي الفلسطينية وكان فيه كلام كتير جدا على ان الفلسطينيين ليهم حق وما ينفعش ابدا اسرائيل تعمل اللي هي بتعمله كان الشهر الفاتح عندنا اجتماع للجنة التنفيذية في المجلس كنت في بيروت وطبعا الاحداث ملتهبة من 7 اكتوبر طبعا ثلاث شهور لغاية دلوقتي والاحداث بتزداد اشتعالا طبعا وعشان كده كان الموضوع اللي كان يعني مهيمن على جلسات اللجنة التنفيذية ما يحدث في الاراضي الفلسطينية فالحقيقة احنا صلينا من اجل سلام هذه المنطقة والمجلس اصدر بيان قوي اعتبر ان اللي بيحصل دوة ابادة جماعية تطهير عرقي شيء ضد الانسانية وحتى اللجنة التنفيذية كلفت الامين العام للمجلس انه يخاطب كنيس العالم انه اللي بيحصل دوة ما ينفعش انه يستمر كده وبرضه عايز اقول لحضرتك نقطة لازم نضعها في الاعتبار احنا ساعد بنبص للمجتمع الامريكي كله على انه على اعتبار انه مساند لإسرائيل او ان الحركة الصهيونية كلها لا المجتمع الامريكي في انقسام الشديد بالشأن الموضوع ده وبدأ الشارع والشباب الامريكاني يصوروا ضد هذه السياسات الخاطئة وحتى المؤسسات الدينية هناك كنائس انجيلية ضد الفكر الصهيوني فيه الاف الكنائس ملايين من الامريكان بيخطبوا الادارة الامريكية وبيقولوا لهم ان اللي بيحصل ده خاطئ خلي بالحضرتك القصة مش بس سياسية القصة فيها دين يعني فيه صراع ديني اسرائيل متصورة ان هي لازم تمتلك الارض لازم تبني الهيكل ان فيه نبوات من العهد القديم بامتلاك الارض ربنا وعدهم بيها فيه عدد من المسيحيين الصهيونة اللي بيفسروا بعض ايات العهد القديم لصالح اسرائيل وبيعتبروا ان اسرائيل من حقاها تعمل كده يعني حضرك ما تستغربيش ان بعض رؤساء الولايات المتحدة الامريكية بيسند اسرائيل هو مش بيسندها سياسيا بس هو بيسندها كمان لانه وراء فكر ديني فيه تيار ديني كبير في الولايات المتحدة الامريكية ضد اللي بيحصل وبيعتبر ان هذه النبوات دي يعني تمت في وقتها اسرائيل الحالية ليست هي شعب الله المختار عشان كده بالمناسبة مش كل اليهود مع الصهيونية بالعكس فيه يهود تلعوا واخدوا موقف مشرف جدا ضد ما يحدث في اسرائيل فده لازم نضع في الاعتبار ده لازم نضع في الاعتبار ان هناك كناس امريكية ضد الاحتلال ان هناك يهود ضد الاحتلال في دعاة للسلام محتاجين ان احنا الناس دولة نعرفهم نتواصل معاهم نتضامن معاهم لان دول بيتضامنوا معنا التعميم في القضايا دي هات خطير جدا نعم ويوقعنا في مشاكل في الاخر كده في ثانية واحدة كده رسالة حضرتك رسالة تهنئة مش هقول مسيحي الشعب المصري للشعب المصري انا حابة اقولك كل المصريين كل سنة وتطيبين انا بتبسط جدا بوقت الاعياد كنت حاضر احتفال الطايفة الانجلية بالعيد الحقيقة عدد الناس اللي كانوا حاضرين من المسلمين كانوا اكتر من المسيحيين انا بتبسط بالاعياد كلنا بنعيد على بعض نعيش مع بعض في محبة وفي سلام بنصلي من اجل بلدنا الحبيبة مصر من اجل رئيسنا ربنا يحفظنا في محبة وسلام بنصلي من اجل السلام في الشرق الاوسط وبالذات في الاراضي الفلسطينية مصلي من اجل وجود سلام قائم على العدل اشكر حضرتك شكرا جزيلا القص دكتور رفعت فكري نورتنا في مصر جديدة ويا ربي يجعل ايامنا كلها اعياد الحقيقة النهاردة يوم من ايام الفرحة في مصر منظر الزينة وهي متعلقة بيعمل فرحة في القلوب تبادل المعيادات وكلمة كل سنة وانت طيب قادرة تهون والطمن والططب وزي ما سيدنا عيسى المسيح جالنا بالمحبة دايما تبقى المحبة سكن قلوبنا ونكون طيبين وبخير اشكركم شكرا جزيلا بكرا مصر جديدة ان شاء الله